والله الذي يتأخر عن الزواج بلا سبب ننصحه بأن يراجع الطبيب المشروع يا أحبة للمسلم أن يبادر بالزواج وهذا أمر شرعي وليس عادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإن لم يستطع فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الشباب يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة من كانت عنده القدرة على النكاح فليتزوج فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء يعني أنه يضعف الشهوة في نفسه فالنصيحة لمن كان قادرا على الزواج أن يمتثل لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الأمر أمر إرشاد لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مصلحته عائدة إلى الإنسان والخير في إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم أما من كان لا يستطيع فعليه باللزوم الطاعة والإكثار من الصيام وأما النصيحة للأولياء فهي تيسير أمر النكاح فإن أمر النكاح فيه حفظ للأعراض وليس من كرامة المرأة أن يغلى مهرها فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغلي في مهر نسائه ولا بناته وأعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة فمن بركة الزواج أن يكون المهر ميسر كيف ونحن اليوم نرى أن النساء يكثرن وأن كثيرا من البنات يقبعن في بيوت آبائهم لم يتزوجن ترجمة نانسي قنقر